الواحد تفائل خيراً عارف صورنا ندخل بموضوع الفضاء وتطبيقات خاصة بالفضاء وهذا كان سؤالي ولكن نحن نشوف الشباب يجي بيحكي لك طبعاً أنا شو دخلني بوكالة ناسا أنا ليش أبحث عن هذا الموضوع أو أنا ليش أطور بهذا الموضوع مدال في شباب أو مختصين بهذه الوكالة دورنا كشباب عرب بهذه الوكالة قديش في هناك شباب عرب لهم دور واضح في وكالة ناسا العلمي مش محصور على فئة معينة وكل الناس مفتوح مجاليها أن هي تطور من نفسها طول ما هي بتطلع في عرب كتير شغالين في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وعملوا إنجازات كتيرة أبرزهم دكتور يا صام حجبي ودكتور فاروق الباس علماء كتير مصريين وشباب كتير بدأوا يشتغلوا في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية في عدد من وكالات الفضاء الدولية وبيعملوا بابحث وبيشاركوا في مساوئات وناسا كمان بقت بتبحث ووكالة الفضاء الأوروبية بقت بتبحث عن المواهب والعلماء والبحثين على مستوى العالم وكذا عملت المسابقة بتاع زبيس قاب زبيس قاب هي مسابقة مفتاحة لأي حد على مستوى العالم من هو يشارك فيها فالمؤسسات الألمية بقت مدركة إنها لازم تطور في صقافتها ما تحسرهاش على مجتمع معين هذا بدل على إنه نحن بالعالم بشكل عام صرنا عنا معرفة أكثر بالفضاء وصرنا والله هذا الفضول اللي كان موجود عنا أشبع نوعا ما والله إحنا كل ما بنتوسع في مجال الفضاء بإن أعرف إن إحنا محصلناش واحد في المية من المعارفة الحقيقية فكل ما بنتوسع وبنطعمق بنكتشف إن إحنا مش عارفين ذا حالة قليلة بالذب تجد إحنا عندنا شغف نعرف هل في حياة موجودة في كواكب أخرى هل في كواكب أخرى تصلح الحياة البشرية الموضوع فيه شغف كبير جدا وكل ما بنتعلم وبنعرف أكتر بنكتشف أكتر بيبقى عندنا فضول أكتر وطمع أكتر